بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الله وطالبيات الصف الأول الثانوي وحلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية وفرع جديد من فروع اللغة ألا وهو فرع إن نحن لاحظ ما يا عزيزي الطالب مطلوب من حضرتك الصورة الأمامك إنك تعبر عن معنى هذه الصورة بجملة اسمية مفيدة طالب عندي بيقول السحاب متكاثف طيب لو حبي تعبر عن معنى الصورة الثانية بجملة اسمية نجد أن الطالب يقول كان السحاب متكاثفاً لاحظ أن استخدم الفعل كان بصيغة الماضي الفعل كان هنا جاء بصيغة الماضي ليدل على أن السحاب كان متكاثفاً بالفعل ولكن انتهى هذا الحدث يبقى عندي جملة كان السحاب متكاثفاً هي جملة اسمية منسوخة حديثنا اليوم عزيزي الطلاب عن الأفعال الناقصة والتامة كان وأخواته قبل أن نبدأ الدرس علينا أولاً أن نتعرف على نواتك التعلم المستهدفة من هذا الدرس في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادراً على أن أن يميز بين الأفعال الناقصة والتامة وأن يدرك قيمة التحدث باللغة العربية الفصحة في حياتنا اليومية وأن يجيد استخدام الأفعال الناقصة والتامة استخداماً صحيحاً البداية مع عزيزي الطالب مع الأفعال الناقصة كان وأخواته كان وأخواتها سميت أفعال الناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوح بمعنى لا تكتفي بالاسم بل تحتاج إلى خبر يتم معناه كلمة ناسخ في اللغة العربية معناها الإزالة أو التغيير بمعنى أن أزلت حكم وضعت حكم آخر الخبر بيتمم معناه الجمل يبقى كان الناقصة تنقسم إلى كان تأتي وتدل على الماضي أو على الدوام والاستمرار قال قول كانت الشمس مشرقة لاحظ كانت الشمس مشرقة دلت على الماضي أو تدل على الدوام والاستمرار كان الحق وادحاً أو قول الله تعالى وكان الله غفوراً رحيمة هنا كان لا تدل على الماضي ولكن تدل على الدوام والاستمرار ليس تفيد النفش ليس المصري خائناً هنا ليس نفت الخبر وكذلك الأفعال أصبح وأضحى وأمس وبات وظل تدل على حدوث الخبر في وقت في وقت الصباح أو في وقت الضحى أو في وقت المساء أو وقت النهار أو وقت الليل يبقى عندي الأفعال أصبح أضحى أمس بات زل تدل على حدوث الخبر في وقت مثل مثال أصبحت الشمس مشرقة صار تفيدي التحويل صار الخشب فحما هنا دلت على التحويل ما برح ما نفك ما فتأ ما زال ما دام تفيد الاستمرار استمرار حدوث الخبر ما زالت مصر تتقدم تتقدم هنا توحي بالاستمرار التقدم طيب المعادلة عندي بتقولي يا عزيزي الطالب الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر يبقى عندي الأول مبتدأ وعندي خبر الأفعال وهي كان أصبح أضحى ظل أمسى بات صار ليس ما برح منفك ما فتأ ما زال وما دام الشاهد عندي قال الشاعر وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله ميز الإجابة صحة من بين البدائل أعراب ما تحته خط كلمة سبيله بداية ليس هنا فعل ناقص يبقى لابد أن أحدد اسم ليس وخبر ليس وجدت عندي شبه جملة عزيزي الطالب إلى حسن الثناء هنا يقول النحا يجوز تأخير المبتدأ عن الخبر ويجوز تقديم الخبر ويجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا لم يخل التركيب وإذا سبق بشبه جملة عندي شبه جملة يبقى مرة أخرى نقول يجوز تأخير المبتدأ إذا سبق بشبه جملة طيب يبقى عندي الاختيار كلمة سبيل اسم ليس مرفوع أو مضاف إليه مجرور أو خبر ليس منصوب أو مبتدأ مؤخر مرفوع يبقى ليس نحدد اسم ليس وجدت عندي شبه جملة بداية لابد أن نحدد اسم ليس وخبر ليس يبقى ليس سبيل إلى حسن الثناء يبقى اسم ليس تم تأخيره لماذا لأنه سبق بشبه جملة يبقى عندي عزيزي الطالب لو وجدت عندي شبه جملة عليك أولا أن تقوم بإعادة ترتيب الجملة مرة أخر إعادة ترتيب الجملة وجدت شبه جملة يبقى عندي فيه مبتدأ مؤخر يبقى عندي الإجابة هتكون سبيل تعرب اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضم الفعل الناقص قلنا الفعل الناقص هيحتاج إلى اسم ويحتاج إلى خبر صور اسم الفعل الناقص قد يأتي اسم ظاهر مثل أصبحت الفتاة متفوق وقد يأتي ضمير متصل كنت من المتفوقين وقد يأتي ضمير مستتر كن قويا أو اسم إشارة أصبح هذا العالم صعبا هذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسم أصبح وقد يأتي اسم موصول مثل صار الذي تتمناه سهلا الذي اسم موصول مبني في محل رفع اسم صار يبقى عندي عزي الطالب صور الفعل الناقص قد يأتي اسم ظاهر أو ضمير مبتصل أو ضمير مستتر أو اسم الإشارة أو اسم الموصول الخبر خبر الفعل الناقص إما أن يكون مفردا مثل أصبح الجيش قويا أو جملة اسمية ظل الكتاب صفحاته مفتوحة لاحظ ما عزي الطالب ظل الكتابه ظل الكتاب الكتاب اسم ظل صفحاته مفتوحة هنا تركيب آخر صفحاته مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفع الضم ومفتوحة خبر المبتدأ ومرفوع وعلامة رفع الضم طب فين الرابط عندي؟ الضمير الهاء يبقى ظل الكتاب صفحاته مفتوحة الكتاب اسم ظل أسأل نفسي سؤال ظل الكتاب إيه لا يتم معنى الجملة؟ هتقول لي صفحاته مفتوحة صفحاته هتكون مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه مفتوحة تعود على الكتاب أم تعود على الصفحات؟ تعود على الصفحات فهي الخبر خبر مرفوع وعلامة رفع الضم والجملة الإسمية صفحاته مفتوحة هتكون في محل نصب خبر ظل المثال التالي ظلت مصر تتقدم معايا كده عزي الطالب ظلت مصر اسم ظل مصر والخبر جملة فعلية تتقدم يبقى البداية لو الفعل عندي فعل ناقص أحدد اسم الفعل الناقص وخبر الفعل الناقص البداية أولا الفعل الناقص أحدد اسم الفعل الناقص وخبر الفعل الناقص طيب المثال التالي أصبحت تدريبه صباحا أصبحت تدريب إيه اللي أصبحت؟ أتقولي التدريب طيب التدريب إيه اللي تم معنى الجملة؟ كلمة صباحا صباحا هنا شبه جملة في محل نصب خبر أصبح يبقى الفعل الناقص يحتاج إلى خبر يتم معناه يبقى الفعل الناقص إنه يدخل على الجملة لإيه؟ الإسمين يرفع المبتدأ وينصب الخبر يرفع المبتدأ عندي المبتدأ إما أن يكون اسم ظاهر أو ضمير متصل أو ضمير مستتر أو اسم شرى أو اسم منصول هذا ما نسميه اسم الفعل الناقص وخبر الفعل الناقص إما أن يكون خبرا مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو شب جملة هيا نطبق ما تعلمنا المثال الأول لعل أبنائنا بانينا مستقبلهم بين الصياغة الصحيحة عند وضع أصبح أبنائنا بانينا مستقبلهم البداية عزيز الطالب لاحظ معي صياغة السؤال ورد هذا السؤال في ابتحاني السنوية العامة العام عند الصياغة عزيز الطالب ضع الفعل أصبح مكان لعل أولاً عليك بإعادة صياغة الجملة لكي تكون صحيحة ثم تضع الفعل أصبح أو تقرأ الجملة بطريقة صحيحة مع الفعل أصبح يبقى لو عندي الفعل الناقص أصبح اسم أصبح هيكون مرفوع نبحث في البداية حالة الرفح المثال الأول أبنى أنا هنا في حالة النصب لأن أبنى أنا في حالة النصب الهمزة هتكون على السطر طيب في المثال التالي أصبح أبنائنا هنا في حالة الجر طيب في حالة الجر هتكون الهمزة على نبرة طيب يبقى المثال الأول والتالي خطأ السؤال يقول لعل أبنائنا بانينا مستقبلهم ضع الفعل أصبح أصبح تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ننظر إلى الاختيار رقم جيم أصبح أبناؤنا تمام أصبح أبناؤنا هنا أصبح دخلت على الجملة الإسمية رفعت الإسم أصبح أبناؤنا في حالة الرفع مرفوع وعلامة رفع الضم والناه ضمير في محل جر مضف إليه طيب الاختيار رقم جيم ودال أصبح أبناؤنا أصبح أبناؤنا ننظر إلى الخبر خبر أصبح لابد أن يكون منصوبا طيب أصبح أبناؤنا بانون في الاختيار رقم جيم الطبع بانون في حالة الرفع يبقى الاختيار الصحيح هيكون الاختيار رقم دال أصبح أبناءنا بانينا مستقبلهم يبقى الإجابة الصحيحة تكون هي الإجابة رقم دال ما أنا تعلمت عزيزي الطالب من هذا المثال واحد لابد من فهم السؤال فهما جيدا اتنين أعيد صياغة السؤال مرة أخرى حتى أحدد الإجابة بطريقة صحيحة المثال التالي حدد من بين البدائل أعراب ما تحته خط قال الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد البدائل عندي الاختيار الأول ألف اسم إشارة مبني في محل رفع اسم كان مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة حال منصوبة وعلامة نصبها الألف خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة معايا كده عزي الطالب معايا كن ذا هل هنا ذا اسم إشارة اسم الإشارة عندي هذا الهاء هنا للتنبيه اسم الإشارة في الأصل يسمى ذا ذا اسم الإشارة وذي أو ذه للمفرد المؤنس طيب أم هو ذا هنا اسم الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة أب أخ حم فم ذو بمعنى صاحب في حالة الرفع أقول ذو في حالة النصب أقول ذا في حالة الجر أقول زي طيب كن ذا عزيمة طيب عايز أعرف إزاي أحدد زا اسم إشارة ولا اسم الأسماء الخمسة أضع مكانها كلمة صاحب كن صاحب عزيمة فكلمة صاحب هنا زا هنا بمعنى كلمة صاحب فكن صاحب عزيمة يبقى إزا ذا هنا هتكون اسم الأسماء الخمسة داي لو اسم الأسماء الخمسة هتكون منصوبة منصوبة بعلامة النصب الألف يبقى كن ذا ذا هنا هتكون خبر كان منصوب وعلامة نصب الألف لأنه عرفت أن ذا هنا من الأسماء الخمسة طيب لاحظ عزيزي الطالب أنه كان جاءت بصيغة الماضي وكن جاءت بصيغة الأمر في هذا المثال إذا كنت ذا رأي فكن كان جاءت بصيغة الماضي وكان جاءت بصيغة الأمر ده اللي يخلينا عزيزي الطالب نقول تنقسم كانة وأخوتها الناقصة من حيث التصرف والجمود إلى ثلاثة اقسام كاملة التصرف ناقصة التصرف جامدة تاني معايا يبقى كان الناقصة هتكون كاملة التصرف أو ناقصة التصرف أو جامدة يعني إيه كاملة التصرف يعني يأتي منها الماضي والمضارع والأمر طيب كاملة التصرف وهي سبعة أفعال وهي كان أصبح أضحى أمسى ظلّى باتى صار ويأتي منها كما قلت الماضي والمضارع والأمر كان يكون كل يبقى الأفعال كان وأصبح وأمسى وظلّى وباتى وصار يأتي منها الماضي والمضارع وأمر لذلك أقول إنها أفعال كاملة التصرف طيب ناقصة التصرف تعمل بشرط أن يسبقها نفي أو شبه نفي اللي هو بنسميه النهي وهي أربعة أفعال زالة برحة فتئة انفكة نكرر زالة برحة فتئة انفكة ويأتي منها الماضي والمضارع لأن الأمر لا يأتي مع النفي الأمر لا يأتي مع النفي طيب الأفعال ده تسبق بنفي مثل ما ولا ولا ما يبقى تاني عزي الطالب الأفعال كاملة التصرف وهي سبعة إنهم سبعة لازم نحفظهم كان أصبح أضحى أمسى ظلّى باتى صار ناقصة التصرف أربعة ما زالة ما برحة ما فتئة منفكة طيب جامدة هيكون عندي الفعل ما دامة وليس ما دامة لابد أن تسبق بما المصدرية الظرفية يعني ما مصدرية الظرفية الظرف بمعنى الظرف بمعنى الاستمرار المصدرية تعمل عمل المصدر أي دوامي في قول الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية أي مد الدوامي حية طول استمراري بالحياة وآخر جامد غير متصرف يعني لا يأتي منه المضارع أو الأمر يكون على صورة واحدة وهو صورة الماضي طيب هيا نطبق ما تعلمنا قال إمرء القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي ميز الإجابة الصحيحة من بين البداء الأعراب ما تحته خط كلمة قاعدا هل هي مفعول به منصوب أم حال منصوبة أم تمييز منصوب أم خبر أبرح منصوب طيب قلنا إن الفعل ما زال ما برحة ما فتئة ما نفكة لابد أن يسبق بنفي أو شبه نفي ولكن في هذه الحالة أبرح جاءت بالصغة المضارع وسبقت بقسم يمين الله يبقى هل هتكون هنا ناقصة أم لا لاحظ مع القاعدة عزي الطالب القاعدة بتقول إذا جاء الفعل ما زال ما برحة ما فتئة منفك بصيغة المضارع وسبقة بقسم فهي ناقصة يبقى أبرح أنا الشعر يتحدث عن نفسه يقول أبرح أنا قاعدا قاعدا هنا هتكون خبر الفعل أبرحه منصوب وعلامة النصف الفتح يبقى عندي احنا قلنا منذ قليل أن الفعل ما زال ما برحة ما فتئة من فكة هنا لابد أن تسبق بنفي أو شبه نفي طيب الحالة المثالي الأدامي بيقول أن الفعل أبرحه جاء بالصغة المضارع ولم يسبق بنفي أو شبه نفي ولكن سبق بقسم إذا سبق بقسم يكون عاملا المثال التالي ميز الإجابة صحة من بين البداية الإعراب ما تحته خط دامة محمد صحيحا هل كلمة صحيحا مفعول به منصوب أم حال منصوبة أم تميز منصوب أم خبر دامة منصوب طيب قلنا أن دامة تكون ناقصة إذا سبقت بمال مصدرية الظرفية يبقى شرط أساسي معاي عزي طالب أن دامة تسبق بمال مصدرية الظرفية طيب المثال اللي قدامي أو الشيال اللي قدامي بيقول دامة محمد صحيحا دامة لم تسبق بمال إذا لم تسبق بمال فهي غير ناقصة يبقى هنعرف الفعل فعل تام هنقول دامة فعل مض ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم صحيحا كيف دامة محمد هنقول دامة محمد صحيحا يبقى كلمة صحيحا هتعرب حال منصوبة وعلامة النصف الفتحة طيب إذا عندي أن دامة لم تسبق بمال المصدرية الظرفية هنا هتكون ما هنا هتكون تم حدد الإجابة الصحيحة من بين البدائل على الترتيب نوع ما في الجمل التالي المثال الأول هيا نطبق ما تعلمنا ما أجمل السماء ما يدوم الباطل سننتصر ما دام الحق قويا لاحظ ما عزيزي الطالب ما الأولى هل هي موصولة والثانية تعجوبية والثالثة نافية والرابعة ظرفية مصدرية البداية اللي عندي أم موصولة استفهامية نافية ظرفية مصدرية أم نافية استفهامية شرطية ظرفية مصدرية أم شرطية استفهامية ظرفية مصدرية نافية مثال mulher المثال الأولى هيا نطبق ما تعلمنا ما معنى كلمة ما هنا نقول هيا نطبق الذي تعلمناه ما اسم موصول يأتي لغير العقل بمعنى الذي يبقى هيا نطبق الذي تعلمناه يبقى هنا ما اسم موصول طيب المثال التالي ما أجمل السماء لاحظ لا توجد علامة ترقيب ما أجمل السماء فهناك فرق بين ما أجمل السماء وما أجمل السماء ما أجمل السماء أسلوب تعجب يبقى ما هنا تعجبية لكن ما أجمل السماء هنا استفهام استفهامية سؤال ما أجمل السماء يقول بعض نجمها نجمها هي أجمل ما في السماء ولكن ما هنا استفهامية يبقى العلامة الترقيم المناسبة هنا هتكون علامة الاستفهام ما يدوم الباطل ما هنا نافية ما يدوم الباطل ينفي أن الباطل لا يدوم المثال الرابع سننتصر ما دام الحق قويا ما دام الحق أي دوام استمرار الحق يبقى هنا ما هتكون ظرفية مصدرية يبقى هنا هتكون ما دام هنا فعل ايه ناقص يبقى الحق اسم ما دام وقويا خبر ما دام يبقى الإجابة الصحيحة عندي هتكون هي الإجابة رقم باء موصولة واستفهامية ونافية وظرفية مصدرية يبقى ما قد تأتي موصولة أو تكون استفهامية أو نافية أو ظرفية مصدرية ده بعض أنواع ما المثال التالي حدد من بين البدائل اسم ليس في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء هل اسم ليس شيء أم الأمر أم لك أم مستتر لاحظ ليس لك من الأمر بعد ليس عندي شفه جملة وليس كما قلت أنها ناقصة يبقى لو عندي شفه جملة يجوز تأخير المبتدأ عن الخبر مع كما نعرف عزاء طلاب أن المبتدأ لابد أن يأتي في صدر الجملة في بداية الجملة يأتي المبتدأ في بداية الجملة ولكن يجوز أن يتأخر المبتدأ عن الخبر إذا سبق بشفه جملة يتأخر وجوبا أو جوازا طيب ليس لك من الأمر شيء شيء هنا نكرة هنا تأخر المبتدأ عن الخبر تأخر وجوبا لماذا؟ لأنه سبق بشفه جملة وكلمة شيء هنا نكرة يبقى لابد من إعادة ترتيب الجملة مرة أخرى يبقى اسم ليس هيكون معايا كلمة شيء يبقى الاختيار الصحيح كلمة شيء كان التمة كان التمة لا تحتاج إلى خبر يتم معناها بل تكتفي بفاعلها وتكون بمعنى حصل الشاهد بقي الحارس في حراسته حتى أضحى الفعل عندي أضحى طيب ننظر إلى معنى الفعل أضحى هل هنا بمعنى حدوث الفعل في وقت كذا ولكن يدل على دخل في وقت الضحى أي أن معناه قد تغير لاحظ عزي الطالب الفعل أضحى الفعل أضحى لو حزفت الفعل أضحى لا أجد جملة اسمية لأنه قلت الفعل الناقص يحتاج إلى اسم وخبر يبقى الفعل أضحى هنا ليس بنقص يبقى الفعل أضحى هنا فعل تام يبقى أضحى الفعل هيكون مستتر تقديره هو لأن أضحى هنا يكون تامة وليست ناقصة تأوى الطيور إلى أعشاشها فتبيته الفعل عندي تبيته معناه دخل في وقت الليل طيب تبيت تامة ولا ناقصة هنقول معناه لها لا تحتاج إلى خبر يتم معناه يبقى إذن تبيته هنا فعل والفاعل مستتر تقديره هي خالدين فيها ما دامت السماوات ما دامة فعل أيضا هنا بمعنى بقية يبقى تغير المعنى إذن هنا كان تامة وليست بناقصة يبقى السماوات هتكون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم قول الله تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي الفعل أبرح هنا الفعل أبرح هل جاء بمعنى الاستمرار أم المعنى تغير بالفعل عزيزي الطالب المعنى تغير جاءت بمعنى ترك يبقى لو جاءت بمعنى تركة هنا ستصبح تامة وليست ناقصة يبقى إذن لن أبرح أنا الأرض الأرض هتكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح طيب كانت تامة تأتي بمعنى وجداء أو حصلاء وغالبا هي الأشهر أما أصبح وأضحى وأمسى فتدل على التوقيت وظل ودام فتأتين بمعنى بقية والفعل صار بمعنى رجعة طيب الطالب عايز يعرف كيف نعرف كانت تامة ببساطة جديدة جدا عزيزي الطالب أولا إذا اكتفت بفاعلها في قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون بسهولة جدا وبساطة جدا عزيزي الطالب تمسون الفعل أمسى احذف الفعل أمسى ولو وجدت جملة اسمية من مبتدأ وخبر يبقى هنا ناقصه طيب لو وجدت أن الفعل أمسى لا يوجد معه جملة اسمية مبتدأ وخبر يكون هنا تام طيب إذا جاء بعدها معطوف إذا لم تذاكر كان الفشل والضياع هنا كان أيضا تم وإذا جاءت في آخر جملة ما شاء الله كان نطبق ببعض الأمثلة البسيطة ميز الإجابة الصحيحة من بين البدائل الموقع الأعرابي لما تحته خط في قول الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور هل هنا صار بمعنى التحويل أم صار بمعنى آخر طيب أول شرط عندي لابد أن أعرف معنى الفعل اتنين لو حزفت الفعل عندي الفعل صار وجدت عندي جملة اسمية متكون من مبتدأ وخبر هنا يكون الفعل ناقص طيب إذا لم أجد جملة اسمية سيكون الفعل تام طيب ألا إلى الله تصير الأمور هنا تصير بمعنى ترجع يبقى هنا صار بمعنى رجع وليست بمعنى تحولة إذن صار هنا فعل تام طيب يبقى نعرف كلمة الأمور هل هي خبر كان منصوب أو مبتدأ مؤخر أم اسم أم فاعل مرفوع بالطبع هتقول لي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المثال التالي ميز الإجابة الصحيحة من بي للبداء لنوع الفعل ظل من حيث التمام والنقصان ظل نجاحكم يسعدنا ولو ظل نجاحكم لسعدنا الفعل ظل في المثال الأول احذف الفعل ظل نجاحكم يسعدنا جملة مكونة من مبتدأ وخبر طيب لو حزفت الفعل ظل في المثال التالي ظل حزفتها أقول نجاحكم لسعدنا هنا المعنى لم يتم يبقى إذن في المثال الأول لو حزفت الفعل ستجد جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر في المثال التالي سوف تجد أن الجملة ليس لها إيه؟ معنى يبقى إذن عندي المثال التالي الفعل هنا هيكون تام يبقى البداء اللي عندي بتقول أن الفعلان تامان الأول ناقص والتاني تام الفعلان ناقصان الأول تام والتاني ناقص في المثال الأول قلت لو حزفت الفعل ظلى ستجد جملة اسمي وكوانة ممتدأ وخبر وفي الفعل التالي ستجد ان الجملة تامة يبقى الاجابة الصحيحة عندي عزيز الطالب هتكون الاول ناقص والتاني هيكون تام المثال الاخير ميز الاجابة الصحيحة من بين البدايل الموقع الاعرابي لما تحته خط على الترتيب لن ابرح وطني مهما كان الثمن البداية وطني هل هي مفعول به والتانية فاعل أم فاعل وفاعل أم اسم برحة وفاعل أم خبر أبرح واسم كان طيب لن أبرح وطني هنا معنى كلمة معنى الفعل أبرح هنا بمعنى ترك ولو حزفت الفعل أبرح وجدت ان الجملة ليس لها معنى هقول وطني مهما كان الثمن يبقى الجملة ليس لها معنى فلو حزفت ان الفعل سأجد ان الجملة ليس لها معنى هنا إذن الفعل هنا فعل تام ومهما كان الثمن أيضا كان لو حزفت كان سأجد كلمة الثمن ليس لها خبر طيب يبقى إذن الفعل الأول فعل تام والثاني تام يبقى لو كان الفعل تام أعرب الأعراب العادي بتاعي لن أبرح وطني لن أترك وطني يبقى أبرح وأنا يبقى وطني هتكون مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة مهما كان الثمن كان الثمن يبقى الثمن هتكون أيضا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم إذن الإجابة الصحيحة عندي في جملة لن أبرح وطني مهما كان الثمن هنا هيكون الاختيار رقم ألف مفعول به وفاعل المثال التالي حدد مما يلي نوع الفعل من حيث التمام والنقصان ما زال الماء عن الإنائي ما زال الماء في الإنائي هل الفعلان تامان؟ الفعل الأول ناقص والثاني تام الفعلان ناقصان الفعل الأول تام والثاني ناقص ما زال الماء عن الإنائي نطبق الشروط ما زال هل تأتي بمعنى استمر ولو حزفت ما زال هل الجملة عندي هيكون فيه مبتدأ وخبر ما زال هنا من الزوال الانتهاء طب نحزف ما زال نقول الماء عن الإنائي هنا المعنى لم يتم وما زال الماء في الإناء المثال التالي ما زال هنا بمعنى استمر ولو حزفت ما زال عزيز الطالب ستجد الجملة الماء في الإناء يبقى إذن المعنى هنا تم طيب يبقى إذن الإجابة عندي عزيز الطالب هتكون هي الإجابة رقم دال الفعل الأول تام والثاني هيكون عندي نقص إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة مع وعد باللقاء الآخر دمتم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة